السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إخواني وأخواتي مشاهدي ومشاهدات قناة مكافح الشبهات وأنا أسلام بكم مع حلقة جديدة لكشف أكاذيب الكيالي على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحد الإخوة أرسل لي مقطع لعلي منصور الكيالي وطلب رأيي في هذا المقطع وأنا شاهدت هذا المقطع فوجدت الكيالي يقول إذن قل ادعو الله أو ادعو الرحمن فقط وبدون استخدام أداة الندائية الدعاء فورا يبدأ بكلمة ربي ليس يا سميع يا عليم يا أولا كما سمعنا الكيالي يقول ندعو الله بدون استخدام آدات النداء يا ويقول الكيالي طريقة دعاء خاطئة لأنك تستخدم يا مع الله الكثير يكتبون لي لماذا الله لا يستجيب إذا طريقة دعاء خاطئة تستخدم يا مع الله ويسأل الكيالي هل يوجد في القرآن الكريم أحد من الأنبياء نادى الله يا سميع أو يا بصير أو يا عليم هل يوجد في القرآن الكريم أحد من الرسل أو الأنبياء الكرام نادى الله يا سميع يا عليم يا رحيم إذن الكيالي يزعم أنه لا يوجد أحد من الأنبياء نادى الله سبحانه وتعالى بأداة النداء يعني من يستخدم أداة النداء في دعائه وندائه لله يكون مخطئا حسب زعم الكيالي إذا طريق الدعاء خاطئة تستخدم يا مع الله شوفوا بقى المصيبة للكيال بوقع فيها مشاهدي يقول الله عز وجل في الآية الثلاثين من سورة الفرقان وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يعني الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام هو الذي استخدم أداة النداء يا في دعائه وكلامه مع الله عز وجل أعرفين لو دعاء الرسول المذكور كان جاء في حديث نبوي كان الكيالي فورا أنكر صحة الحديث بس الكيالي الآن متورد لأن الرسول استخدم أداة النداء يا في آية واضحة صريحة ومذكورة في القرآن الكريم إذن الكيالي كان يكذب على المشاهدي حينما قال إنه لا أحد من الأنبياء استخدم أداة النداء يا مع الله هل يوجد في القرآن الكريم أحد من الرسل أو الأنبياء الكرام نادى الله يا سميع يا عليم يا رحيم ونحن الآن أثبتنا أن سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام شخصيا استخدم أداة النداء مع الله وقال يا رب ثانيا أنا كنت ممكن أقول أن الكيالي جاهل بهذه الآية كالعادة يعني وربما لم يقرأها من قبل لكن مع الأسف الكيالي عارف الآية كويس الآية الوحيدة عن لسانه هي هذه الآية التي تعرفونها جميعا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا والكيالي كرر الآية في نفس المقطع والكلام مع الله مباشرة وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا والكيالي ذكر نفس الآية في مقطع آخر وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا إذن الكيالي عارف الآية هو إزاي بعد الوقتي يقول أن الدعاء بأداة النداء خطأ ده دليل على إيه دليل على أن الكيالي مش بيتدبر القرآن ولا بيتأمل آياته الكريمة لا الكيالي بتجيل الهبدة في رأسه فورا يطلع يكتبها في الورقة بتاعته ويطلع يقول الهبدة دي قدام الكاميرا وينشره على الإنترنت ومع الأسف كثير من أتباع الكيالي ومشاهديه يصدقون هذه الأكاذيب دون أن يبحثوا خلف الكيالي فيما يقول ولما ننصحهم ونبين لهم جهل الكيالي وكذبه عارف القرآن الكريم ونبين لهم كذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع أتباع يشتمون ويحكمون علينا بالكفر والزندقة ثالثا ليست هذه الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي استخدم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أداة النداء يا في دعائه وكلامه مع الله بل استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما اشتكى إلى ربه أن قومه لا يؤمنون قال الله عز وجل وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون يعني وقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن قومه قوم لا يؤمنون يعني الرسول عليه الصلاة والسلام استخدم أداة النداء يا مرتين وهو يخاطب رب العالمين داخل القرآن الكريم سؤال بأل الكيالي لماذا تنكر هذه الآيات؟ لماذا ننكر هذه الآيات؟ المهم يا كيالي لماذا تنكر هذه الآيات التي فيها استخدام آدات النداء يا في الكلام مع الله سبحانه وتعالى؟ رابعا سدن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه عز وجل مستخدما آدات النداء يا في أحاديث صحيحة كثيرة فكان رسولنا عليه الصلاة والسلام إذا كرابه أمر يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث خلي بالك يا حي يا قيوم مرتين في نفس الدعاء وكان عليه الصلاة والسلام يعلم ابنته فاطمة رضي الله عنها أن تدعو الله باستخدام آدات النداء يا فقال لها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وهذا يا إخواني ويا أخواتي من أذكار الصباح والمساء كل يوم الصبح بعد صلاة الصبح تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأيضا هذا الدعاء يقال بعد صلاة العصر هذه هي سنة نبيكم يا مسلمون هذا ما علمكم إياه نبيكم وحبيبكم محمد عليه الصلاة والسلام وأيضا السيدة أم سلمة رضي الله عنها لما توفي زوجها دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافصح له في قبره ونور له فيه خلي بالك بيقول إيه واغفر لنا وله يا رب العالمين يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يستخدم أداة النداء يا في دعائه مع الله وهذا الحديث من صحيح مسلم الذي يسميه الكيالي صحيح مسلم هنا الحديث وارد في صحيح مسلم وأنا أسميه صحيح مسلم وأيضا في صحيح مسلم في حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب خفف على أمتي يعني الرسول عليه الصلاة والسلام دعا ربه باستخدام أداة النداء يا كثيرا ويجي لك الكيالي يخطئ القرآن ويخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم ويخطئ جميع الأمة الإسلامية لمجرد أن هذه الهبدة جاءت في رأسه بمجرد ما تيجي أي فكرة طائشة على باله يطلع فوراً يصورها ويعملها حلقة بدون تفكير ولا تأمل ولا تدبر في القرآن الكريم ولا حتى سؤال لأهل العلم خامساً مش أنت يا كيالي كنت بتقول أنك مختص في القرآن الكريم؟ يا خب أقول لك أنا مختص في القرآن طبعاً نحن أثبتنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام استخدم آدات النداء في كلامه مع الله بآيتين من القرآن الكريم إذن الكيالي إما جاهل لا يفهم شيئاً وإما أنه تعمد إضلال متابعيه طيب سنحزن الظن في الكيالي ونقول أنه لم يتعمد أن يفعل ذلك ونقول أنه جاهل فهل يجوز للجاهل أن يتصدر لتعليم المسلمين أمور دينهم؟ وهل يجوز أن يتعلم المسلم دين الإسلام العظيم من شخص جاهل؟ هل هذا هو الباحث الذي تريدون من المسلمين أن يتعلموا منه دين الإسلام العظيم؟ تخيلوا واحد مسلم أخذ الكلام الخيب بتاع الكيالي دا ورح قالهم لواحد مثلاً النصراني ورح النصراني ردد على المسلم بهذه الآيات وهذه الأحاديث فماذا سيفعل المسلم؟ يخب الله عليك تخير الإحراج الذي سيكون فيه المسلم لو وقع في موقف كهذا شفتوا الكيالي بيضمر إزاي عقول شبابنا وبنتنا بيعلمهم الجهل فشبابنا يصبحوا جاهلاً بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولما وحد فيهم يدعوا إلى الله يكونوا جاهلاً بالكتاب والسنة فيقدر أي شخص معادل الإسلام يهزمك في لحظات معدودة فكريم برضو الكيالي لما كان بيقول نلاحظ هذه الدقة لا تأتي كلمة عليم مثلاً مع كلمة يعملون طيب الله سبحانه وتعالى يقول في سورة يوسف وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ولم تأتي كلمة بصير بما يفعلون أو تأتي كلمة خبير بما يعملون طيب يقول الله سبحانه وتعالى في سورة هود إنه بما يعملون خبير والطامة الكبرى إن الكيالي بعد هذا الهبد يقول هذه هي الدقة المتناهية للدلال على أن كتاب الله وكتاب الله وكتاب الله هو كتاب سماوي منزل بالله عليكم بقى هذا الهبد هو ده الدليل على أن القرآن كتاب سماوي منزل من الله لذلك نحن نرد على الكيالي ونبين كذبه على القرآن الكريم ونكشف بطلان ما يقول ونبين جهله للناس حتى لا يضل شبابنا وبناتنا ويزيغوا عن الطريق القويم بالله عليكم هل شخص بهذه الكمية من الجهل في كتاب الله سبحانه وتعالى يحق له تفسير القرآن الكريم والتلاعب والعبث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل منها ما يشاء ويرفض ما يشاء واحد بمستوى الكيالي المفروض يروح يتعلم أولا كيف يقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة ثم يتعلم قواعد اللغة العربية وأصول التفسير ومصطرع الحديث ويتعلم بقية العلوم الشرعية لكن يطلع يفسر القرآن وهو أصلا مش بيعرف يقرأه واحد غير مؤهل أن يقرأ القرآن الكريم فكيف يتجرأ على تفسيره هذه والله مصيبة عظمى واحد بهذه الكمية المهولة من الجهل يطلع يغلط القرآن الكريم ويغلط الرسول صلى الله عليه وسلم ويغلط الصحابة ويغلط كل الأمة الإسلامية لمجرد أن هذه الهبد البائسة جاءت في رأسه اللهم استعان سادسا لماذا ندعو أحيانا ولا يستجاب لنا موضوع عدم استجابة الدعاء ليس له أي علاقة بالهبد الذي هبده الكيالي الكثير يكتبون لي لماذا الله لا يستجيب إذا طريق الدعاء خاطئة تستخدم يا مع الله وإنما الجواب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته يعني يستجبها فورا وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها قال أبو سعيد الخضري إذا نكثر قال الله أكثر أخذت بالك يا أخي الدعاء ممكن يكون مقبول عند الله سبحانه وتعالى وتحققه له ثلاثة أشكال الشكل الأول أن يعجل الله دعوتك فتتحقق يعني ممكن تدعي ربنا يرزقك وظيفة فتتحقق الدعوة وترزق بهذه الوظيفة الشكل الثاني أن يؤخر الله لك هذه الدعوة إلى الآخرة فتأخذ بها من النعيم والخير ما يشاء الله لك الشكل الثالث أن يدفع الله بهذه الدعوة عنك سوءا في الدنيا يعني ممكن يكون سيصيبك سوء أو شر فيعافيك الله سبحانه وتعالى بأثر هذه الدعوة يعني مش شرط أن ترى استجابة الدعاء بعينك في الدنيا فورا بس خلي بالك عشان الدعوة تكون مخبورة لابد أن يكون مطعمك حلالا وملبسك حلالا حتى تدعو الله فيستجاب لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب خلي بالك ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك أي فكيف يستجاب له لازم يكون أكلك من الحلال وشربك من الحلال وملبسك من الحلال حتى يستجيب الله لك زيد أنك ممكن تتحرى مواطن وأوقات استجابة الدعاء زي وقت الصحر قبل الفجر وأثناء السجود ووقت الإفطار عند المغرب للصائمين وغير ذلك من مواطن استجابة الدعاء وممكن أن نعمل حلقة عن شروط استجابة الدعاء إن شاء الله عز وجل أرجو نشر هذه الحلقة على صفحة الكيالي على فيسبوك وعلى قناته على يوتيوب حتى يعرف أتباعه الحقيقة ويعرف مستواه العلم الحقيقي هذا وبالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته